انا عندي واحد دار ونقلب على شيء واحد كي نعطيه المحل يسكن فيه ويعطينيه في المقابل واحد المبلغ حيث انها لاحتاج لك المبلغ نقوم بعمل عقد الكراء بهذه السومة الكرائية متميزة حيث الشيء لا يستفقنا لماذا نعطيه دره كي نقوم بعمل كراء المحل الذي ستكربه ب1000 درهم نقوم بعمل عقد الكراء على حقه وطريقه نقوم بعمل اعتراف بيدين لكي يخضع النظام الكراء القانون الكراء للسكن ونعرف القواعد وهو عقد مسمى وواضح والنظام القانوني واضح وحتى بالنسبة للمحكمة يبقى النزاع الأمور واضحة ونقوم بعمل عقد ايضا فيه اعتراف بيدين ليس عقده ولكنه انفراضي وتصريح من المدين اللي تقول بانه هادك الدائن كي يسنين مبلغ كذا واذي نعطيه له بمجرد ميت البوري ندروا عقد الكراء بوحده منذكروش سيرة الرهن ونجيول هادك الرهن وندروا اعتراف بيدين باش حيث ما يعطينيش فلوسي ارا عندي ديك ساعات اجراءات عندي مسترات استعجالية عندي مسترات في الموضوع عندي نختار اللي بغيت ولا كيرا فلوسي مضمونا وهذاك سيد المحل دياله مضمون مقابل واحد الكراء وغادي تكون جوج الانظامة قانونية واضحة وقلو النزاعات او على الاقل تبقى النزاعات نفسهم غايت تكون الامور واضحة بالنسبة للمحكمة وبنسبة الاطراف كل واحد يعرف حقه وكل واحد يعرف الواجب دياله